بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أحبابنا طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في درس من دروس التربية الإسلامية بعنوان التثبت من الأخبار والإصلاح بين المؤمنين وذلك في تفسير سورة الحجرات من الآية السادسة وحتى الآية العاشرة وهذا هو الجزء الثاني والآن أحبابنا الكرام سنتعرف على أهداف الدرس فيتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يشرح الآيات الكريمة من الآية السادسة وحتى الآية العاشرة من سورة الحجرات وأن يستنبط ما ترشد إليه الآيات الكريمة من الآية السادسة وحتى الآية العاشرة من سورة الحجرات عزيزي الطالب تذكر ما تعلمناه في الدرس السابق وسأسألك عن سبب نزول الآيات الكريمة تذكر بارك الله فيك أحسنت قلنا بأن سبب النزول أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقات من بني المستلق فخاف هذا الرجل على نفسه ورجع وقال بأنهم منعوه الصدقة وأرادوا قتله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه ليتأكد فوجدهم يصلون وأعطوه الزكاة فرجع خالد رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو واتلوا الآيات الكريمة تلاوة صحيحة كما تعلمت في الدرس السابق جزاكم الله خيرا على حسن التلاوة والآن سنبتدئ بشرح الآيات الكريمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ما الأمر الوارد في الآية الكريمة فكر بارك الله فيك أحسنت إنه الأمر بالتبين والتثبت من الأخبار فلا يجوز لنا أن ننقل خبرا حتى نتأكد من صحته ونتثبت من ذلك فإذا لم نتثبت فإنه يؤدي لنشر الشائعات وماذا تفعل هذه الشائعات في المجتمع؟ فكر بارك الله فيك نعم أحسنت إنها تؤدي إلى الإخلال بالأمن المادي والمعنوي للمجتمع فيتناقل الناس أخبارا باطلة وتعم الفوضى وبعد استماعك لشرح الآية الكريمة بيّن موقفك ما موقفك عند وصول خبر إليك لا تعلم مدى صحته وما الخطوات التي ستتبعها فكر يا رعاك الله أحسنت أولا أتأكد من صحة الخبر ثانيا أتبين من خلال المصادر الموثوقة والآن عزيز الطالب أذكر نعم الله تعالى على عباده في الآية الكريمة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون هيا عزيز الطالب تأمل الآية الكريمة واستخرج منها نعم الله على عباده أحسنت أولا التخفيف وعدم المشقة ثانيا أن الله عز وجل حبّب الإيمان إلينا ثالثا كرّه الله سبحانه وتعالى إلينا الكفر والفسوق والعصيان نعوذ بالله منها رابعا نعمة الهداية والرشاد أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويرشدنا إلى طريقه الصحيح أحبابنا الطلاب سنفسر هذه الآية الكريمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم يتفضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم الواردة في الآية السابقة فمن فضل الله علينا تحبيب الإيمان وتكريه الكفر والله عليم حكيم الله عليم بمن يستحق الهداية والله حكيم في أقواله وأفعاله وشرائعه وأقداره ما الأمر الوارد في الآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ما الأمر الوارد في هذه الآية الكريمة بارك الله فيكم أحسنتم إنه أمر الإصلاح بين المؤمنين ورد المعتدي ومقاتلته ثم الإصلاح بالعدل فالله يحب العادلين فعلى المؤمنين أن يكونوا يداً واحدة فإذا حصل بينهم خلاف أو قتال فعليهم أن يصلحوا بين بعضهم البعض فإن رفض البعض منهم الإصلاح وجب علينا مقاتلته حتى نرده إلى الطريق الصحيح نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المؤمنين وأن يردهم إلى دينهم رداً جميلاً أعزائنا الطلاب افتحوا كتبكم على صفحة أربعة عشرة ومئة السؤال الخامس بما يأمر الله تعالى عباده في الآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فكر بارك الله فيك أحسنت إنه أمر الإصلاح بين المؤمنين ورد المعتدي دون هذه الإجابة في كتابك بارك الله فيك أحبابنا الطلاب دعونا نتأمل هذه الآية الكريمة ثم نجيب عن السؤال الذي بعدها قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ما القاعدة المهمة في هذه الآية تأملها جيدا واستخرج القاعدة من الآية الكريمة بارك الله فيك ممتاز إنها قاعدة أخوة المؤمنين وأن الإختلاف لا يذهب الأخوة وأن الإصلاح طريق لنيل رحمة الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يبقينا إخوة متحابين فيه وأن يجنبنا الخلاف وأن يردنا إلى الطريق الصحيح أعزائنا الطلاب حان وقت استخراج الفوائد من الآيات الكريمة وحتى أستخرج الفائدة من الآية لا بد لي أن أتأمل الآية تأملا جيدا فكل ما أفهمه من الآية فهو فائدة صحيحة بناء على ما تم شرحه في الآيات الكريمة والآن أوقف الفيديو وقم بتلاوة الآيات بتدبر وتأمل حتى تستخرج الفوائد جزاكم الله خيرا على حسن التلاوة وعلى حسن التدبر والتأمل والآن سنستعرض سويا الأمور المستفادة من الآيات الكريمة أول ما يلفت انتباهي في هذه الآيات هو وجوب التثبت من صحة الأخبار فلا يجوز لي أن أروي خبرا مهما كان حتى أتأكد من صحته وأتثبت ثانيا الحرص على الأخوة بين المسلمين فإنها من أعظم الأمور التي ينبغي على المسلمين مراعاتها ثالثا وجوب الإصلاح بين المسلمين إذا اختلفوا وإغلاق باب الشيطان حتى لا يزيد النزاع والشقاق رابعا وجوب ردع من خالف شرع الله تعالى حتى يرجع إلى الطريق الصحيح خامسا استشعار نعمة الله علينا وفضله بالهداية سادسا تحبيب الإيمان إلينا من أعظم النعم فالله سبحانه وتعالى جعل الإيمان محببا إلى عباده وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين أعزاءنا الطلاب افتحوا كتبكم على صفحة أربعة عشرة ومئة السؤال السابع أكتب ثلاثة من الدروس المستفادة من الآيات الكريمة فلقد استعرضناها قبل قليل تذكر عزيزي الطالب أحسنت أولا وجوب الإصلاح بين المؤمنين ورد المعتدي ثانيا الحرص على الأخوة بين المسلمين ثالثا استشعار نعمة الله علينا وفضله بالهداية والآن عزيزي الطالب دون هذه الإجابة في كتابك بارك الله فيك عزيزي الطالب اقرأ الآيات الكريمة قراءة جيدة واشرح كل آية من الآيات كما تعلمنا في الدرس ثم دون الفوائد التي استفتها من الدرس حتى تثبت عندك ولا تضيع بإذن الله سبحانه وتعالى والآن يا طلاب العلم لا نقول لكم في نهاية هذا الدرس إلا شكرا على حسن إصغائكم واستماعكم وإلى لقاء قادم بإذن الله في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته